الكيبورد من الأدوات المهمة اللي ممكن أستخدمها في برنامج Revit Structure 2014 زي مثلا أن أنا أنفذ أوامر باستخدام Shortcuts في الكيبورد أو أن أنا أشغل سنابس أو أن أنا أفلها باستخدام الاختصارات بتاعت الشورتكات في عدة أوامر أو أزرار رئيسية في الكيبورد ممكن أن أنا أستخدمها زي الكنترول لما أجي أختار أكتر من عنصر أختار عنصر مثلا بعد كده أضغط Control هتلاحظ أن في علامة زي صغيرة ظهرت جنب الموس وبالتالي تقدر تضيف مجموعة تانية من العناصر للاختيار بتاعك وهتلاقي لونها بتحول للون الأزرق لو أنا عايز ألغي عنصر من العناصر دي من ضمن ألغيم الاختيار بتاعي بضغط على Shift هتلاحظ في علامة ناقص ظهرت جنب الموس بمجرد ما تضغط على العنصر بيتلغي من الاختيار بتاعك الحاجة التانية ممكن أن أنا أضغط على Tab علشان أفعل خاصية اسمها chain selections أو الاختيار المتسلسل بيبقى اختيار للمجموعة من العناصر اللي ليها تشابه بنفس الخصائص أو end point مثلا عندي مجموعة من structure framing دي أن أنا هضغط على واحد لو ضغطت Tab بعد ما تضغط عليه وتعلم عليه مش هزهر لك أي حاجة طيب بمجرد ما أنا قف بالماوس عليه هتلاحظ أن لونه تحول للون الأزرق أول ما تضغط Tab هتشتغل خاصية ال chain selections وهتلاقي العناصر هي ليها علاقة بيه أو نفس family بتاعته هتتفعل معاك وممكن تضغط عليها click وبالتالي هتختار أكتر من عنصر في وقت واحد حاجة التانية ممكن أن أنا أستخدم مجموعة من الأوامر لفتح البروجيكت الجديد زي control O هيفتح لي اللي هي قايمة ال open files إن أنا أعمل أفتح مشروع جديد أو بروجيكت جديد ممكن أن أنا أستخدم أوامر الطباعة من خلال الضغط على control B هتظهر لك شاشة الطباعة وإعداداتها فيه مثلا حاجة تانية زي control C اللي هو ممكن أنفذ أمر نسخ العنصر من الموديلز اللي أنا باستخدمها في البرنامج وليكن حاجة زي كده أضغط control C بعد كده control V هتلاحظ أن العنصر اللي أنا أخترته ظهر مع الماوس ممكن أن أنا أحطه بضغط واحدة في أي مكان تاني في البروجيكت الحاجة التانية والمهمة في استخدامات الكيبورد في البرنامج إن أنا بيبقى عندي مجموعة من الاختصارات للأدوات اللي أنا ممكن أستخدمها بمجرد الضغط عليها يعني ممكن أن أنا أفعل اختيارات أو قيمة من خلال أن أنا أضغط على هيزهر لي خاص بالفيزابيلة جرافيكس أو ظهور العناصر في اللي أنا بشتغل عليها ممكن مثلا أن أنا أعمل زد بحيث يفعل أمر زوم توفيت اللي هو بيخلي الرسمة في وضع ملء الشاشة بضغطة على الكيبورد في مجموعة من الأدوات بتلاقي جنب اسمها لما بتقف عليها بالماوس بتلاقي اسم الأداية ولكن هنا اللي هو الحقوق الإنشائي بين قوصين بتلاقي اختصار اللي هو ودي الشرط قط اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أبدأ أداية من غير مضغط عليها من الريبون ولكن مثلا هضغط دابل ويد الوقتي هتلاحظ أن الماوس فعل آآ 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 ممكن أن أنا أستخدمها بتحكم في خصاص الكيبورد أو الشورت كاتس الخاصة بالكبورد من خلال من ابليكيشن مينيو أفتح الوبشنز بعد كده بروح على اليوزر انترفيس وبيه الكيبورد شورت كاتس وضغط على بيزهر لك الكيبورد شورت كاتس ديالوج ممكن أعمل سيرش على أي من الأوامر اللي موجودة هتلاحظ أنه هنا الجزء ده مؤسم لتلتي عمده الكوماند اللي هو الكوماند اللي هو الأمر وبعد كده الشورت كاتس اللي هو الإختصار بتعه والبوص اللي هو المصار بتاعه في البرنامج أو في ازوي الجواة الريبون طيب في هنا ممكن فلاتر ان أنا قرتب بيها المحتوى اللي عندي ده ممكن أن أنا أظهر مسلا اللي هي الأدوات او الاوامر اللي ليها اختصارات اللي هي ليها ممكن اختار اللي ملهاش وهكذا ممكن تختار الفلتر المناسب عشان تعمل فلتر للمحتوى اللي ظاهر عندك ده الحاجة التانية في عندي هنا امبورت واكسبورت ممكن ان انا اصدر المعلومات اللي عندي دي زي الاوامر والباس بتاعتها في ملف بامتداد xml بيتحافظ عندي على الجهاز ممكن ان انا نقله على جهاز تاني وتعمله امبورت هيطلب منك تفتح ملف امتداد xml بحيث انك تنقل الشورتكات من جهاز للتاني